الاستعراض اللي في الاول خالص جاب في بالي حاجة ما عرفش جاد في بالك ولا لقى انه ازاي نيلي كريم بالباكراون بتاعتها بتاعت الباليه ازاي ما تكونش بتعمل حاجات استعراضية يعني انتي اكتر حد في بالي يعني مؤهل ان هو ممكن يعمل حاجة زي دي والله يبقص استعراض يعني احيك عليه حاجة هيلة يعني اه والله يبجاد والله هو موضوع مش بيبقى مني بس يعني هو لازم يكون فيه انتاج متشجع ان هو عايز يعمل حاجة انا كنت طبعا حابة اني اه لو هعمل مسرح تاني اعمل حاجة ميوزيكل اكتر حاجة مختلفة اه او فيلم استعراضي ميوزيكل يعني وهي لايه عليكي جدا 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 انا بحب الجانرة دي بس يمكن الجانرة دي مكلفة شوية لان طبعا فيه غنى فيه مزيكة بتتكتب يعني الـ concept بتاع الموضوع مختلف خالص عن الفيلم العايز اه فبتلاقي التكلفة بتبقى اعلى حابتين ثلاثة فمحتاجين المنتجين يعني دعوة وانا داية المنتجين يا جمع المنتجين يتشجعوا للجانرة دي فا ان شاء الله يا رب فيا رب ليه لا طب بمناسبة المشاريع اللي جاية المفروض اعتقد فيه فيلم اللي هو happy birthday مع اول تعاون او اول فيلم لسرقه داخل السرقه وليلي ما بتلاقيه شوية انك تشتغلي محد ممكن يكون ده اول عمل لي اول تجربة لي اه لا مش الان لان انا قبل كده اشتغلت مع كزا مخرج وعملت كزا تجربة مع مخرجين جداد وانا ما حيب اشتغل مع المخرجين الجداد لان بيبعندهم حماس وعايزين يعملوا حاجة حلوة وكلنا كنا جداد يوم من الايام يعني كل واحد ليه اول مرة يعني اول مرة حد يخرج حد يقف قدام الكاميرا حد اشتغل مصرح كل حاجة اول مرة بتحسي ان الروح الجديدة دي بيطلع منك شكل مختلف كابي مختلفة زاوية تانية الناس ما كيتش شايفاها وعرفاها بس انا بحب اجرب عموما يعني بحب اجرب اشتغل مع ناس جديدة اشتغل انك مشاريع مختلفة شوية الفيلم بقى كليمينة عنه شوية هينزل امتى مثلا لا دي في حاجات بقى دي حاجات انتاجية بجد تي حاجات انتاجية انا ما عرفوش بس انا خلصت تصوير الفيلم وقصته او الشكل بتاعوي ايه قصة بتاعته بسيطة جدا هي قصة بتتكلم عن ام مطلقة عندها بنت وفي نفس الوقت عندها الشغالة بتاعت مامتها هي البنت في سن بنتها ايه ايه من هنا بقى منشوف مش احسينه بس هي فكرة جديدة ومختلفة وفيلم خاص جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة